وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية وقد رئيس السيسي في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع قطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الانتاج الصناعي المصرية عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع السيد الرئيس خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الانتاج الصناعي المصري أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توفر السلعي في الأسواق اشتركوا في القناة